اولاد البلد عندما يغلطون و يعتذرون لماذا رفضت الاعتذار لكابتن وليد سليمان؟ لا، اعتذرت كبتن وليد سليمان كثيراً رفضت اعتذر لا، لا، خالص والله لماذا قال كابتن محمد فاضل اعتذر له رفضت في وقتها، في وقتها لم تكن ينفع أنه عملت حركة زي دي لم تكن ينفع؟ أنت كنت غلطان اكيد، انا غلطت و طلعت و قلت كثة مرة أنني غلطان في حقيق كبتن وليد سليمان وقتها أنا باتكلم عن وقتها أيها ماشي وقتها رفتت عتازر ما كنتش عايز وقتها ما كانش هينفع إن أنا روحها عتازر لأنني كان ساعدها حتى لما شفته على الأرض بيعاية لا خلص الكفتون وليد يعني أنا ما هم أتكلم عليه طبعا مش عارف أتديله حقه لعيب كبير طبعا وش عارف لأي حد وأنا آه لا مغلط عنا وقتها ما كانش هينفع أن روحها عتازر بس أنا بعديها عرفت أن أنا غلط وما كانتش ينفع أن انا عمل كده طبعاً كلمت الكابتن وليد سليمان واعتذرت له واعتذرت له كتير قوي ويوم ماتش كامة مع النادي الأهلي أنا روحت وبسط دماغي الكابتن وليد لأن أنا غلطت في حق كابتن وليد وما كانش ينفع أن أنا اللي عملته ده ما كانش ينفع خالص إلي غير وجهة نظرك وخليك تقتنع أن أنت غلطت وأن أنت المفروض تعتذر أن أنت روحت النادي الأهلي ولا في حاجة تانية في تفكيرك اتغيرت نظام بحب الأسيات الموجودة وشرف لأيه لعيب في مصر يجيله النادي الأهلي ويرفض أنا شخصياً لو جالي نادي الأهلي هروح بالضبط لا بجد إلي غير وجهة نظرك إلي غير رأيك إلي غير نظرتك للموضوع إلي تغير إن أنا لما عدت مع نفسي وشفت المنظر مرة واثنين وثلاثة عرفت إن أنا غلطت ومغانش ينفع عمل حاجة زي كده خالص في أي لعيب مش شرط الكابتن وليد سليمان وعرفت إن أنا غلطان فبالطبع عدى يوين ثلاثة كلمت الكابتن وليد وتأسفت له شفت في مطش الكمة روح تبسي دماغه الكابتن وليد كان معنا أصلاً من قبل ما أصاب كان معنا وبنتكلم مع بعضه ما بيش أي حاجة